وللمزيد حول تزايد النفوذ الإيراني في سوريا عسكريا وثقافيا وتدعيات ذلك على المنطقة ينضم إلينا عبر الهاتف من الريحانية الخبير العسكري السوري أديب لعليوي أهلا بك معنا سيد أديب أهلا بكم تعياتي لكم والتحية للمشاهدي الكرام أهلا بك سيد أديب بداية يعني تجنيد للشباب وبناء للمراكز الثقافية والمدارس والمعاهد من قبل إيران في سوريا كيف تقرأ هذا التغلغل الإيراني العسكري وثقافي في سوريا رغم انتهاء العمليات العسكرية تقريبا مساء الخيطة لكم المشاهدين يعني حقيقة هذا التغلغل سيد الكريم ليس جديدا يعني ذلك أؤكد أنه من عام 1979 يعني بعد ما سمي بثورة الخميني المقبور كان هناك بناء كبير في مدينة دمشق وبناء المستشارية الثقافية الإيرانية والتي تضم مئات بل آلاف الموظفين فيها وهم حقيقة كسر يعني الموظفين بمعنى آخر أنها كانت عبارة عن مبنى مؤلف من عدد كبير من الطوابق في الكثير من الموظفين لنشر الثقافة التشيئ منذ عام 1980 هذا الكلام ليس بجديد النقطة الثانية كان هناك مكان آخر وهو يعني مجموعة من المراكز الثقافية في منطقة السيدة زينب الأهم من ذلك ومنذ سنوات كان هناك بناء لمجمع كبير في طريق حلب أعزاز طريق كفر حمرة بعد قرية كفر حمرة هناك تجمع جديد كان في مدينة حلب كان يسكنه ويقضم به حتى هذا المجمع القنصل الإيراني الموجود في مدينة حلب كان يتواجد في هذا المكان وهو عبارة عن عدة أبنية من فنادق ومكتبات وحسينية وما إلى ذلك وبالتالي أنا أقول أن الانتشار بمعنى الثقافي الإيراني انتشار قديم منذ بدايات الثمانينات القرن الماضي وعلى مرأة ومسمع من حكومة النظام ومن حتى الشعب السوري كله يعلم ذلك لكن ما جرى حديثا بعد عام 2000 كان هناك الحقيقة حملة كبيرة من بناء الحسينيات والمجمعات الثقافية على الأرض السورية بعد أن وصل بشار الأسد إلى الحكم هذه الشخصية المواحدة التي تستطيع إيران أن تتحكم بها أكثر ما كانت تستطيع أن تتحكم بشخصية المقبول حافظ الأسد وبالتالي أنا أقول هناك حجم الشرسة الآن على بناء حجب الله جديد في سوريا بمعنى آخر أن الثقافة الإيرانية بالأساس يعني حتى حتى فيلسوفهم الكبير علي شريعة كان يقول يجب تغيير الهوية الإسلامية لضرب إسلام من الخلف بمعنى أنه كان يعظم كربلا على مكة المكرمة كان يعظم ليلة عاشرة على ليلة القدر وبالتالي هذا تغيير الهوية كان بناء على فيلسوفهم شريعة والذي تقتدي به إيران وتقوم بتنفيذ فلسفته على الأراضي فزرعت الحوسيين في اليمن وزرعت حزب الله في لبنان وزرعت الحجد في العراق والآن تقوم بزراعة جسم جديد على الأرض السورية هذا جسم جديد لا يمكن أن يكون شيعيا حسب المكون الموجود على الأرض السورية والذي المكون الشيعي هو عدد قليل جدا في سوريا وبالتالي هي تحاول تنسي الهوية وتحاول أن تشيع تشيعا سياسيا وليس تشيعا إيديولوجيا وهذه نقطة جدا هذا التغلغل هل يمكن برأيك أن يؤدي إلى صراع بين إيران وروسيا صاحبة الفضل الأكبر على النظام في استعادة هيمنته على الأراضي التي سيطرت عليها سابقا المعارضة يا سيد الكريم هذا الصراع موجود وليس بجديد لمعنى آخر أن النظام من حمته رقم واحد يعني إيران ولكن عندما فشلت ولم تستطع وعندما وصل السوار إلى المشارف مدينة دمشق استعانوا بالروس الذين حموا التواجد لإيران وعموا النظام بآن واحد على الأرض السورية وبالتالي الروس لهم فضل على الإيرانيين وعلى النظام لكن هذا لا يمنع من أن هناك تقاسم للنفوذ على الأرض السورية وهناك صراع كبير بين يعني مناطق النفوذ لروسيا ولإيران حتى الجيش هناك انقسام بالولاء بين الولاء لروسيا وبين الولاء لإيران ويؤسسني أن أقول أن طبعاً الخصم الأكبر في الجيش لا أعتقد أنه ولا إيران ولا لروسيا ولكن يعني أجبير على أن يكون منقسماً باتجاه إيران أو باتجاه روسيا النقطة الثانية وهي الأهم أن هناك محاولات للنفوذ والصراع على البنية الاقتصادية السورية يعني بمعنى أن الروسيا استطاعوا يعني كل المنافذ البحرية تسيطر عليها الروسيا باستثناء منفذ بحر واحد ضغط إلى ذلك المنطقة الشرقية التي هي العقد الأساسية بالنسبة لنا إيران تحاول إيران بصف النفوذ عليها وبالتالي تحاول أن يكون هناك ولاء لها من قبل الشباب العاطلين عن العمل بإغراءها بالمبالغ المالية من أجل ضمهم إلى صفوف إيران أو الميليشيات الإيران المدودة في المنطقة من أجل لقمة العيش نعم أيضا بالنسبة لهذا التغلغل الإيراني إلى أي مدى سيؤثر على توازن القوة في المنطقة يعني إقليميا وحتى دوليا يا سيد يعني بالنهاية الموضوع التوازن الإقليمي والدولي هو نعلم أن الصراع على الأرض السوري هو الصراع بين قطبين يعني صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية ظلت لثنوات هي القطبة الأوحد على صعيد العالمي لكن المشكلة أن الأزمة السورية عادت روسيا إلى أن تكون قطبا آخر من خلال تواجده على الأراضي السورية ومن خلال يعني علاقاتها مع العديد من الدول أنفت قطب جديد وأعتقد أنها عادت روسيا لتكون قطب آخر يعني العالم الآن يتغير لم يعد كما كان ذو قطبية واحدة الآن هناك قطبين عادت روسيا إلى أن تلعب دور القطب بالرغم من ضعف روسيا والفارق الكبير بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية لكنها يعني عادت لتلعب دور القطب النقطة المهمة أن اللعب هو للأقوياء وليس لأبو عفاء أمثال إيران في حاله من الانهيار لكنها لا تستطيع أن تترك الأراضي السورية لأن ابتعاد عن الأراضي السورية يعني انهيارها في الداخل الإيراني داخل حتى طهران وقوم نعم إذن كنت ضيفا عبر الهتف من الريحانية الخبير العسكري السوري ديب الأعليوي شكرا جزيلا لك